طالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولي في لهاي بفرض تدبير احترازية جديدة على إسرائيل وبإجراءات عاجلة لوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح وقدمت جمهورية جنوب إفريقيا بيانات ومقاطع فيديو لإثبات نية إسرائيل وخطورتها في أفعالها لانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن التقديرات الإسرائيلية تتخوف من أن محكمة العدل الدولية في لهاي قد تصدر أمرا بوقف القتال في قطاع غزة ينضم إلينا عبر الإنترنت من لهاي زين دانجور المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية أهلا وسهلا بك أستاذ زين كما تابعنا قبل قليل مجازر جديدة في شمال غزة لسيما في جباليا هل تضع هذه الأفعال ضمن إبادة جماعية ترتكب في قطاع غزة التي هي محور القضية التي رفعت فموها أمام محكمة العدل الدولية حسناً عندما نتحدث عن الإبادة الجماعية علينا أن نتذكر هنا أنه في مسألة الإبادة الجماعية يجب أن يكون هناك نية يمكن أن يكون هناك مشازر جماعية بدون وجود نية لارتكاب إبادة جماعية ولكن ما رأيناه في غزة وفي أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية هو أن هناك نمط قائم على القتل الممنهج مع هدف تقليل أعداد الفلسطينيين الموجودون في فلسطين وخاصة في قطاع غزة فيما يتعلق بهذه القضية وإذا كان هناك أي أفعال عنيفة قائمة على نية تدمير الشعب الفلسطيني بشكل شسئي أو الشعب بكامله إذن هذا الأمر يعد إبادة جماعية هنا نتحدث عن قتل المدنيين وتدمير المنازل وتدمير الجامعات والقضاء على الأراضي الصراعية وكل السبل المستخدمة للبقاء على قائد الحياة إذن هذا الأمر يعد إبادة جماعية طيب أستاذ زين ما الهدف من الطلبات الأخيرة التي تقدمتم بها أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الإجراءات الطارئة التدابير أو الإجراءات الاحترازية التي طلبناها مؤخرا كانت قائمة على ما قدرنا أنه سيكون قتل جماعي في منطقة رفح نظرا أن هناك 1.5 مليون شخص في منطقة صغيرة وأغلبيتهم من الأطفال هؤلاء الأشخاص هم فلسطينيين أجبروا على نزوح إلى رفح بعد القصف في مناطق أخرى في قطاع غزة وأي اجتياح بري لهذه المنطقة سيعني أنه سيكون هناك قتل جماعي خاصة بحق النساء والأطفال وليس هناك أي ملاذ آمن آخر لهم في قطاع غزة لأن قطاع غزة ليس آمنا ونظرا لأن هناك نية لارتكاب إبادة جماعية تم التعبير عنها بشكل متكرر من قبل القادة الإسرائيليين طلبنا من المحكمة أن تستخدم صلاحيتها لتأمر بوقف فوري للأعمال العدائية في رفح وفي قطاع غزة أولا ليتوقف القتل وثانيا لكي يكون هناك تضفق للمساعدات الإنسانية بطريقة غير معرقلة هذا الأمر هو مهم بشكل خاص نظرا لأن هناك مجاعة الآن وهناك أشخاص يعانون من انتشار الأمراض وهناك أيضا أشخاص مصابون بدون القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية لأن المستشفيات تعرضت للقصف إذن نحن نعتقد أن الإجراءات السريعة مطلوبة وملحة ولذلك قدمنا للمحكمة طلب إصدار التدابير مؤقتة بعد بدء هذه القضية في شهر يناير هل أنتم الآن بصدد إضافة رد أو ملاحظات على الاتهامات الإسرائيلية الأخيرة خاصة أن المحكمة قد حددت مهلة لذلك حتى الاثنين القادم؟ كلا أنا لا أعلم ما هي نية الإسرائيليين بالقيام بذلك المحكمة أمرت إسرائيل برفع التقارير فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية السابقة التي تم وضعها وكان هناك مهلة حتى السادس عشر من شهر مايو للرد كمنا بالرد في السادس عشر من مايو ومن الواضح أن إسرائيل لم تطلع على هذا الرد لأن كان هذا اليوم الذي بدأت فيه المحكمة إذن نحن لا نفهم ما كان قصدهم من خلال هذه التعليقات أعتقد أنهم كانوا يحاولون تجنب هذه القضية التي قدمناها وهي قضية مفصلة حول الإشراءات في رفح وإذن كانوا يحاولون أن يقنعوا المحكمة بأننا نقوم بتقديم طلب غير ضروري بهدف معاقبتهم نحن نسعى لإنقاذ أرواح الفلسطينيين ووضع حد للإبادة التي تحصل وأيضا التقليل من الدورر الذي لا يمكن إصلاحه الذي ألحق بالفلسطينيين ونحن نستخدم السبل التي توفرها اتفاقية الإبادة الجماعية وأنظمة المحكمة أستاذ زين ما السقف الآن الذي تعمل تحته محكمة العدل الدولية وبالتالي سقف القرار الذي يمكن أن يصدر عنها خاصة فيما يتعلق بطلبكم الأخير محكمة العدل الدولية من الواضح أنها تأخذ هذا الطلب على محمل الجد وتعامل معه بشكل ملح ونحن قمنا بتقديم طلب هذه الإجراءات المؤقتة في العاشر من مايو وطلب مننا المشاركة بالمرافعات الشفاهية في السابع عشر والثامن عشر من مايو وهذا الأمر يعبر عن الإلحاح في هذه القضية ولقد طلب من إسرائيل الرد بحلول اليوم ولقد قامت إسرائيل بذلك خاصة وأنه تم طرح سؤال على إسرائيل فيما يتعلق بكيفية ضمان فتح الممرات الإنسانية ونحن سنقوم بتقديم الرد بحلول يوم الاثنين ونحن نأمل أنه بعد ذلك ستتمكن المحكمة من تقديم قرار بناء على الإشراءات المؤقتة التي طلبناها إذن نحن نعتقد أنه في بداية هذا الأسبوع سنحصل على الرد على هذا الطلب نعم شكرا جزيلا لك أستاذ زين دانجور المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية أشكرك على وجودك معنا